لما تبقى عندي مشكلة نفسية أروح أكشف فين؟ أروح أكشف عند دكتور أمراض نفسية؟ ولا أروح أكشف عند أخصائي نفسي؟ علشان نعرف الإجابة تابعوني بعد الفاصل مساء الخير قبل ما أنا أجاوب على السؤال ده عايز أأكد على نقطة مهمة جدا وهي أنك لا يجب أن تتكلم ولازم تفتفض وتطلع كل اللي جواك ولازم تحكي ولازم تطلع أفكارك ومشاعرك ويا سلام لو تطلع مشاعرك قبل أفكارك وتطلع وتحكي مع الناس وتحكي مع أقرب الناس لك على أحداث يومك وتشاركهم وهم كمان يشاركوك في أحداث يومهم لكن لو أنا عندي مشكلة وحاسس أن المشكلة دي كبيرة شوية أو محتاجين مساعدة طرف ثالث أو طرف خريجي ففي الحالة دي أنا محتاج شخص زوج خلفية معينة وأنا اللي بحدد الخلفية دي فلو أنا عايز شخص زوج خلفية علمية محترفة يبقى في الحالة دي أنا قدامي شخصين ممكن يساعدوني اللي هو الدكتور الأمراض النفسية والأخصاء النفسي وحنشوف الفرق بينهم بعد شوية لو أنا عايز شخص زوج خلفية روحية أو خلفية دينية أو خبرة إيمانية حياتية معينة أو خبرة دينية معينة ممكن أروح أسترشد برأيه وأستأنس برأيه وأسمع فكر هو عايز يوصلي إيه ويا سلام لو كان الشخص ده دارس مشهورة أو دارس علم نفس أو متضع على مدارس الإعلاج النفسي مش هدخل في الدائلمة بتاعة الخلفية التالتة وهي خلفية المعالجين الشعبيين سواء بالسحر أو بالأعمال فإنت اللي بتختار بصراحة يعني لو حاضرتك مختار شخص يعني يساعدك في الرزق مثلا بفرض أو إنه يرد المطلقة ويجلب الحبيب أو يعمل عمل معين أو ينجحك أنت بقى المسؤول عن الاختيار بتاعك ده بين قصين لو حضرتك مصدق إن اللي عندك ده بسبب الأعمال فوفر المجهود وما تجلناش للمستشفى لإننا ما درسناش في كليات الطب إزاي نفك الأعمال يرجع مرجوعنا إلى الفرق ما بين الأخصاء النفسي والطبيب النفسي وأروح أكشف عند أي حد منه بص حضرتك الإجابة بتاعتي هي تروح تكشف عند أي حد يطلع دكتور أمراض نفسية أو يطلع أخصائي نفسي اللي اتنين عندهم خلفية علمية محترمة مدام أنت مختار الخلفية العلمية دي الإجابة بتاعتي جايز تدايق زميلي وجايز تدايق ناس كتير جدا في نقابة الأطباء بس ده اللي أنا مصدقه ده اللي أنا مؤمن بيه واللي أنا بمارسه بالفعل هل معنى كده أن ما فيش فرق بين الاتنين لا في بعض الفرقات بس نقول في الأول النقاط المتشابهة بين الاتنين النقاط المتشابهة بين الاتنين وهي أن الاتنين درسوا النفس البشرية الدكتور الأمراض النفسية وهو بيتخصص في الطب النفسي درس علم نفس بكل التطور بتاعه بكل المراحل بتاعته وكل المدارس اللي بتشرح النفس البشرية وبتتشكل إزاي وبتتطور إزاي وبتنمو إزاي إلى آخره وأتعامل معها إزاي وأعالجها إزاي وكذلك الأخصاء النفسي الأخصاء النفسي اللي هو خارج كليات أداب بأقسام علم نفس أو كليات تربية قسم علم نفس درس هو في الدراسة بتاعته النفس البشرية بكل المجتملات بتاعتها وكل الحاجات اللي أنا ذكرتها قبل كده ده كده النقاط التشابهة بين الاتنين نقاط الاختلاف الدكتور النفسي هو درس طب فهو جاي من خلفية طبية معينة وجاي بنفس التخصصات يعني درس في كليات الطب نفس التخصصات التانية يعني درس بطنة وأطفال وجراحة ونسا درس تشقيح درس علم الأدوية إلى آخره الأخصاء النفس طبعا في كليات أداب العلم النفس طبعا ما درسش الجزء الطبي ده طيب هل الجزء الطبي ده بيفرق في الممارسة العلاجية؟ آه بيفرق أحيانا في الممارسة العلاجية أولا إن قد يكون الدواء هو أول خطوة في بداية المسيرة العلاجية النفسية يعني أحيانا كتير جدا آآ بنبقى محتاجين إن إحنا نبدأ آآ بدواء يا إما كخطوة أولى في العلاج يا إما قد إن إحنا نستمر عليه فترات طويلة جدا في آآ حياتنا وحنبقى في فيديو تاني حنبقى نشرح بعض الأساطير أو بعض الأفكار المغلوطة بخصوص الدواء ففي حالة إذا كنت أنا محتاج إنها يتكتب لي دواء يبقى ساعتها ما فيش حد حياتها يكتب لي الدواء غير الدكتور الأمراض النفسية الأخصائي النفسي خارج كليات أداب أقسام علم نفس آآ لا مش من حق إن هو يكتب لك دواء وتخلي بالك من النقطة دي فيما يخص الدواء ومدام قلنا فكرة الدواء يبقى إحنا كده بنرجع تاني لفكرة إن اللي بتعمل معاهدة شخص طبيب يبقى قد يكون هناك علاقة ما بين الإطراب النفسي اللي عندي والإطراب العضوي لإني في علاقة آآ وفيقة ومتبادلة ما بين الإطرابات النفسية والإطرابات العضوية وجايز واحد منهم يؤدي إلى التاني ففي الحالة دي لابد من يكون إن الشخص اللي أنا هتعامل معاه زو خلفية آآ طبية وممكن برضو في المستقبل إن شاء الله نعمل فيديو عن علاقة الأمراض النفسية بالأمراض آآ العضوية ده فرق آآ تاني ما بين الدكتور الأمراض النفسية والأخصائي آآ النفسي هل العلاج النفسي هو علاج دوائي فقط؟ لا فيه أنواع كتير جدا من الإعلاجات النفسية اللي إحنا بنسميها كده أحيانا بنسميها السايكوثيرابي السايكوثيرابي يعني بالترجمة البلادي كده البسيطة اللي هو الإعلاج بالكلام فطريقة الإعلاج بالكلام اللي اتنين سواء الدكتور الأمراض النفسية أو الأخصائي النفسي ممكن يقدموها لحضرتك على قدر كبير جدا من الكفاءة ومن التميز ويقدروا هما اللي اتنين على قدم المساواة لأن هما اللي اتنين لو دارسين المدرسة اللي هما هيعالجوا بيها يبقى هما اللي اتنين مفيش فرق بينهم لكن ده ما يمنعش ما يمنعش لو أنا كدكتور أمراض نفسية مش متخصص في المدرسة العلاجية دي وحسيت إن الشخص اللي قدامي حيستفيد من مدرسة علاج نفسي بالكلام معينة أنا مش متخصص فيها يفضل من الأفضل طبعا وواجب علي إن أنا أحاوله على أخصائي نفسي أو دكتور أمراض نفسية تاني يكون متخصص في المدرسة العلاجية دي وكذلك الأمر بالنسبة للأخصائي النفسي خارج أقسام أكلية أدب أقسام علم نفسي لو هو مفيش حد بتخصص في كل المدارس لكنه لو حس إن الشخص اللي قدامه لو محتاج دواء حيحوله عند دكتور ولو هو حاسس إن هو مش متخصص في المدرسة العلاجية دي أنا شايف إن هو لازم إن هو يحوله على شخص يكون متخصص في المدرسة العلاجية دي لأن فيه مدرس علاج نفسي كتير جدا يعني بدون ذكر أسماء المدرس كتير جدا ومش كل الناس متخصصة في كل المدرس طيب وأعتقد إن إحنا بنعمل كده بالفعل يعني أعتقد إن الشخص اللي بيحترم العلم بتاعه اللي بيحترم التخصص بتاعه دكتور أمراض نفسية أو أي مكان فرع التخصص بتاعه سواء جوا الطب في الهندسة في الاقتصاد في علم النفس فأي حاجة هو بيحترم التخصص بتاعه فلو في حاجة أنا مش متخصص فيها شئ طبيعي بحولها لأهل الإختصاص اللي هو بالبلد كده إدي العيش لخبازه فأي شخص بيحترم العلم بتاعه لابد إن هو هيعمل كده يطلع دكتور أمراض نفسية يطلع خصائي نفسي أنا شايف الشخص اللي قدامي مين اللي ممكن يساعده في فرق تاني؟ آه في فرق تاني الفرق التاني ده هو فرق قانوني شوية يعني الدكتور اتبع نقابة الأطباء زي زي بقية التخصصات فلو هو في الممارسة بتاعته تسبب في سلوك مهني معين أو تسبب في شيء معين أنا ممكن أرجع عليه للنقابة بتاعته يعني أروح نقابة الأطباء أقول للدكتور الفلاني عمل التصرف العلاني فهل التصرف ده مهني وعلمي وسليم ولا لا أو نقابة الأطباء بتحقق في الموضوع وبتحاسب الشخص بتاعه بالنسبة للأخصاء النفسي خارج كليات أداء بأقسام علم النفس للأمانة أنا ما عرفش إذا كان ليهم حد أنا ممكن أرجع له ولا لا يعني لو الأخصاء النفسي ده تسبب في سلوك مهني معين أرجع لي مين أنا مش عارف ترخيص مزاولة المهنة بتاعته بيطلع من فين أنا مش عارف الدكتور طبعا بيطلع من نقابة الأطباء لكن الأخصاء النفسي ترخيص مزاولة المهنة بيطلع من فين أنا مش عارف قد يكون فيه بس أنا مش عارف يمكن زميلاتي وزميلي اللي بيشوفوا الفيديو ده ممكن يردوا علي في التعليقات لو يعني مين اللي ممكن يحاسب الأخصاء النفسي فروحا ده أي حد وكل شخص حيحترم العلم بتاعه بأكد كده لو هو محتاج دواء حيحولك على دكتور ولو هو محتاج علاج النفسي معين أو موديلتي النوع معين من العلاج مش 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 كفء فيه حيحولك الدكتور أو الخصائي النفسي لكن قبل ما أختم الفيديو عاز أجع تاني لنقطة اللي أنا تكلمتي فيها في البداية وهي أنك لازم تتكلم ولازم تحكي ولازم تشجع الناس اللي أنت بتحبهم واللي هما بيحبوك أن هما كمان يتكلموا وأن هما يحكوا أنا بنصح الناس وبقول لهم كده أن مهم أن تتعامل مجموعات علاجية مبسطة جوا كل أسرة في معاد مقدس يتحدد زي ما يتحدد بقى يتحدد كل أسبوع يتحدد مش جالسة رسمية يعني على الغداء على العشاء كل واحد فيها يطلع أحداث اليوم بتاعه ويحكي فيها ويتكلم ويقول يعني أنا حصل معي عين فلما بنتجتمع العيلة كده في معاد المعاد ده مقدس ما ينفعش حد يفوت مثلا وكبة الغداء وكبة العشاء مثلا كلنا بنعد بنسمع بعض بنحكي مع بعض بنتكلم بنفتفت بنطلع أه ما يمنعش ما يمنعش أن يتبقى في البداية يعني الكلام يبقى فيه نوع من أنواع الفانتازية أه طبعا يعني وبتبقى مفهوم أنها فانتازية يعني مثلا أفهم في البيت مثلا أن وزير الصحة آه وزيرة الصحة آه مثلا ما بتعملش أي حاجة في الوزارة غير ما بتتصل بيا وتسألني أوكي ده مفهوم أوكي لكن مرة والتانية ومع المجموعة أو الجماعة بتتعمق في الوحدة بتاعتها وفي الترابط بتاحها بتطلع بقى مشاعر حقيقية وبتطلع كلام حقيقي بيشوفوني لما أنا برجع متضايق مثلا من الشغل أقول لهم أصل المدير دايقني أصلي مش عايف حصل الموقف العلاني فأنا متضايق دلوقتي أنا لما بتشجع بالكلام أمرات تبتدي تتشجع معي بالكلام إحنا اللي اتنين بنحكي على أحلامنا وطموحاتنا بنحكي على ألمنا وسقطاتنا وكل شيء بنحكي عليه في حياتنا ده بينعكس على الأولاد إن هما التانين مش هتبقى عندهم أسرار لا هما بيحكوا بابا غلت النهاردة وحكى ماما عملت الموقف الفلاني وزعلت وجات حكت يبقى أنا كمان كابن في الأسرة دي ومنتمي للجماعة دي مهتمن أنا أسمع منهم ومهتمن كمان إن أنا أشاركهم بأحداث يومي باللي حصل في المدرسة في زميلة قال لي زميلتي قالت لي المس في الفصل قال لي المس في الفصل قالت لي كده فيحصل نوع من أنواع الحوار ويحصل نوع من أنواع الترابط وده ليه تأثير إيجابي جدا في التنشئة وليه تأثير إيجابي جدا على نفسية الإنسان فحكوا فاتفضوا وطلعوا كل الكلام اللي جواكم أتمنى أني ما كنتش طولت عليكم شكرا لكم وسلامتكم ألف سلامة سلام شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم